اهلا بكم من جديد مشاهدينا دلوقتي معدنا مع فقرتنا الرياضية اللي هنتكلم فيها عن منتخبنا لكرة القدم وايضا مباريات بعض الفرق في كأس مصر بنرحب بضفنا أستاذ محمد البورمي الناقد الرياضي أهلا وسهلا أستاذ محمد سبحانه خير يا أستاذ محمد بنوارنا وخلينا نبدأ بالحاجة الجديدة اللي هيبدأ النهاردة إن شاء الله مباريات كأس مصر مباريات هتكون بين مين ومين وتوقعت حضرتك في هذه المباريات هو المفروض النهاردة كأس مصر في ماتشين النهاردة وبكرة لكأس مصر فيه سموحة وبرامزو فيه الأهل وإمبي يعني كان فيه كلام للكأس هتلغي الكأس مش هيكمل لكن هو خلاص الاتحاد الكرة كان قرر أنه هيلعب الكأس فالنهاردة يكون في ماتش بين برامزو سموحة وبكرة الأهل وإمبي ثم هيبقى فيه توقف للبطولة استعدادا لمباراة ليبيا النهاردة المباراة أعطاك مباراة قوية جدا بين برامزو سموحة بداية دوري فراتين جاهزين عندهم صفقات جديدة عندهمش بشاكل اول مباراة لكابتن اهاب جلال مع برامز بطوف مازال متبقي بطولة في الدار المصري اكيد كله بيسعى لي الفوز بيها فاعتقد هيكون ماتش مهم من النهاردة بين برامز يسموحها في البطولة وغدا اعتقد برضو ماتش الاهلي وامبي هيكون ماتش مصيري جدا في النادي الاهلي تحديدا النادي الاهلي مورد بكابوت خسارة السوبر المصري وده تسبب فيه ازمة كبيرة جدا داخل الفريق ولكن ده هيكون قوة دفع يا سيد محمد هيكون قوة دفع اذا لعيب قاطرت ان يكون قوة دفع لان كان فيه مشاكل داخل الفريق شوية فيه رفض للعقوبات اللي اتفرضت من مجلس الادارة خاص من 300 الف جنيه من كل لعب والجهاز الفني كان فيه كلام على كان فيه شك حوالي مصير بيتسمو سيماني مع الاهلي لكن مجلس الادارة مجلس زارة الاهلي جدد السيقة مرة اخرى فاعتقد مرشي انبي اي نتيجة سلبية هيكون فيه قرار تجاه بيتسمو سيماني يمكن هو حظه كويس شوية ان الكاس هيتأجل كان الكلام على لو فاز بالكاس هيكمل لو خس الكاس يخرج لكن الكاس اعتقد ان هو هيتأجل او بالنسبة كبيرة هيتأجل فخلاص يعني هو مكمل اعتقد مع الاهلي الا لو فيه نتيجة سلبية فيه مباراة انبي فيه نقطتين هنا على مسمياني خلينا نسأل حضرتك عليهم اول نقطة ينفع ان احنا نحكم على المدرب من مباراة هو بقاله فترة طويلة لكن ماشي بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي مؤخرا فقط هي اللي بدأ فيه مشكلة فيه مباراة او اتنين تحديدا دي اول نقطة وتاني نقطة اذا كان هذه المباراة هل هي الحق ان هو يستغل الفترة اللي هي من التوقف لان في نفس الوقت اللعيبة دي هتكون موجودة في معسكر لاستعداد مع المنتخب هو يعني الموضوع المسلماني محير شوية لان المسلماني انت لما هتجي تقيمه هتلاقي فايز بي فاس بي بطلطين افريقيا فاس بالكاس فاس السوبر المصر السوبر الافريقي ثالث العالم فنتاج قوية جدا لكن ابتداء من بعد الفوز على كاس الرشيبز في نهاية افريقيا فيه تراجع كبير جدا فيه مستوى الفريق الفريق عنده مشكلة كبيرة على الناحية الفنية في تطور اللاعبين فنيا على المستوى الفردي عنده مشكلة في التكتلات الفرق اللي بتلحب قدامه التكتلات كل الحاجات دي بتوبة بينها شوية للجمهور ولكن اللاعبين الجدد أستاذ محمد الانضمر الاهلي ده هيأثر على مستوى المباراة؟ يعني هو الموضوع اللاعبين الجدد لسه ما دخلوش قوي الفرق أعتقد يمكن ده هيفر معه مسلماني الفترة الجاية دخول عدد كبير من اللاعب الجديدة هيفر معه إذا خلاص طالما هو هيكمل وفيه تجدد ثقافيه أعتقد ده فرصة أنه يجرب لعبه جديد لكن فيه تخوف أو قلق عند كتير من الجمهور الأهلي أنه هو الدور المصري طبيعي الأهلي لما بيلعب منافس الدور المصري بيكون بيلعب بتكتل دفاعي أكتر فبالتالي إذا أنا مدرب ما عنديش حلول للتكتلات الدفاعية دي فخلاص وده معناه أن أنا هيبقى عندي مشاكل في الدوري يمكن الموسم اللي فات الأهلي خسر الدوري بعد ما كان متقدم على الزمالك في النقاط ومستحوز ومسيطر وكل حاجة فده فجأة تعادل أكتر ماتش خسر أكتر ماتش وأنهى الدوري يمكن متأخر عن زمالك بأكتر من 6 نقاط لكن رغم أنه كان متقدم فهو فيه تخوف شوية في الجزية دي في الأهلي لكنه في النهاية تم التجديد الثقة فيه رصيده من البطلات مع الأهلي يسمح بتجديد الثقة فيه الصفقات الجديدة اللي هو خطارها بنفسه أو اللاعبين اللي عادوا من الأعارة يسمح بتجديد الثقة فيه كمان هو محظوظ شوية بأن الكاس يتأجل فالضغط هيكون أقل عليه جدا باستثناء مباراة انبي فقط وانبي كمان مش هيبه جاهز لأنه ملعبش كتير وما كانش جاهز فأعتقد هو عنده فرصة أنه يجهز الفريق بتاعه بشكل كويس عنده فرصة يدخل للعيبة الجديدة بشكل كويس وكمان أعتقد ماتشل السوبر والخسارة والعقوبات اللي اتفردت من مجلس الدارة هتفوق اللعيبة وهتفوق الجهاز الفني بشكل كبير أنه يبدأ بشكل أفضل من كده الموسم القادم خلينا نروح مع حضرتك للمنتخبات من الفرق المحلية إلى المنتخبات منتخب مصر ومباراة مهمة جدا مع المنتخب الليبي يمكن حسابات هذه المباراة ممكن تبقى مختلفة شوية لأن فيه مدير فني جديد كارلوس كيروش طبعا وكان وعد أنه هيكون فيه أداء مختلف للمنتخب وأنه هيبقى فيه أيضا نتائج أفضل الفترة القادمة هيلحق من وجهة نظرك أستاذ محمد يؤثر مع الفريق في الفترة الصغيرة المتبقية يعني أتمنى الناس ما تركز مع كيروش في الأداء في المتشين الجاين لليبيا لأنه هو اللعب أنا مشفق عليه جدا فيه اختيارات اللاعبين لأنه رجل ما شافش حد تقريبا يعني رجل هو كل اللي شايفه هو اللاعب المحترفين عشان كده هو اختار أكبر عدد من محترفين على الأساس نومة بلعبوا الدوريات شغالة فعندهم جهزية على المستوى المحلي ما فيه مشفش حد وليسا هيختار يوم 26 عدد قطع على المستوى المحلي كان ماتش الأهل والجيش الماتش الوحيد اللي شاهده والمستوى مستوى اللاعبين كان سيء جدا في الفريقين باستثناء ممكن محمد الشناوي كان مستوى جايد شوية محمد بسام كان مستوى جايد دول الاثنين بس اللي كانوا مستوىهم كويس لكن باقي اللاعبين كان مستوىهم سيء جدا محمد شريف أو أفشة أو غيره فبالتالي هو رجل اللي أنا مشفق عليه جدا هيختار مين الحاجة التانية مثلا هو لما النهارة هيتفرج على برامج زو سموحة بكرة الأهل وإنبي الزمالك ما شفوش خالص يعني هو ما شفش ولا مباراة للزمالك غالبا هيعتمد على الجهاز المعاون ومش هيشوف ولا مباراة للزمالك فبالتالي هو هيعتمد على الجهاز المعاون معاه في ترشيح اللاعبين المحليين اللي هيكونوا موجودين معاه أما اللاعبين دول اللي هو شفو فالقايمة عموما فيه مشكلة لكن هو عنده خبرات ما يكفر من الخبرات الجهاز الفني اللي معاه عندهم خبرات كافية احنا كمان عندنا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين اعتقد نوعه يقدر يتجاوز ده خاصة ان احنا كمان هنلعب في مصر فاعتقد ده هيكون تأثيره إيجابي شوية فالناس تركز عن نتيجة أكتر من ولكن وفق توقعتك أستاذ محمد من الممكن يختارهم من القيمة المحلية يعني مش هيبه فيه تغييرات كتير اعتقد الأهلي هيكون أفشا محمد شريف محمد شناوي حمد فتحي عمر السلية ممكن محمد هاني أو أكرم توفيق في الجبهة اليمنى الزمالك هيكون زيزو هيكون مثلا الوينشة ترق حامد فاعتقد محمد أبو جابل يعني اعتقد هيكون يعني مش هتخرج عن الاختيارات الكابتن حسين بدري باستثناء عدد قليل من اللاعبين واللي هو بيعوضهم بلعبين محترفين اعتقد نوعه كمان اعتماده هيكون بشكل أكبر على المحترفين هيعتمد مع المحترفين بشكل أكبر من اللاعبين المحليين فيه أيضا خبر بالأمس كان سيادة الرئيس كرم اللاعبين المصريين ذوي القدرات الخاصة اللي حصدوا ميداليات في توكيو بارلمبياد طبعا توكيو ويمكن أيضا كان فيه تكريم للمدربين شايف حضرتك هذا التكريم إزاي وشايف يعني الاهتمام بالرياضيين المصريين في المحافل المختلفة من سيادة الرئيس عامل إزاي هي رسالة طول الوقت بتكون رسالة جميلة لكل الرياضيين في مصر ورسالة دعم لهم أن أي حد بيعمل إنجاز لمصر أي حد بيرفع على مصر ده مقدر جهده مقدر وتعبه مقدر أن الدولة يعني بيحظى باهتمام بيحظى برعاية من أكبر رأس في الدولة فأعتقد أن كل دي بتكون إشارات جيدة جدا للعبين شوفنا اللي عمله سيادة الرئيس مع اللي فازوا بيه الميداليات في توكيو ثم تكريم الألعاب البرلمبية شوفنا كمان التكريم اللي بيحظوه من الدولة يمكن احنا شوفنا صور بعض اللاعبين الأولمبيين على أغلفة الكتب يعني كل دي أعتقد ده تقدير كبير جدا من الدولة للرياضيين في مصر وده يمكن دافع لهم أن هم يحققوا إنجازات أكبر لمصر أتمنى يكون فيه برضو اهتمام أكبر من في إعداد الأبطال الأولمبيين يمكننا إحنا بس عندنا مشكلة فيه قصة إعداد البطل الأولمبي أعتقد أن لازم يكون وزارة الرياضة تتدخل شوية ده ممكن يتم زي فترة قادرة يا أستاذ محمد يعني يتم تدعمهم بشكل أكبر عشان يمثلوا مصر بشكل أكبر في المحافلة الدولية إحنا شوية عندنا محظوظين شوية أن الأغلب اللي فازوا بالميداليات صغار سن مش كبر يعني عندهم فرص للمشارقة في بطولة واتنين أعتقد أن هم يعني خلاص أعتقدها يبقى فيه اهتمام كبير جدا بهم علشان يكونوا أفضل في البطولات القادمة لكن على مستوى قواعد الشباب لازم يكون فيه اهتمام أكبر أن احنا فيه اللاعبين اللي بيتم تجهيزهم أبطال الأمبيين الألعاب اللي احنا بناخد فيها ميداليات لازم يكون فيه تركيز كبير عليها يعني يمكن أن احنا متميزين مثلا في التايكوندو متميزين في المسارعة متميزين في رفع الأسقال الألعاب اللي احنا متميزين فيها يكون فيه اهتمام أكبر بها علشان نبقى ضمنين أو يبقى عندنا تارجت لميداليات لما ندخل أي بطولة ما يبقى داخلين احنا عدد كبير جدا من الأبطال المشاركين لكن في النهاية بتحقق عدد قليل جدا من الميداليات ده يعني بيفقدك التركيز مهم ما هو نشارك ببعثة كبيرة لكن طول ما احنا بنركز على ألعاب معينة طول ده بيفرم يعني أغلب الدول بتعمل كده تقريبا بيركزوا على بيبقوا عارفين هما مميزين في ألعاب ايه وبيشتغلوا عليها بشكل كويس جدا دورة والتانية والتالتة لحد ما يوصلوا لهدف المطلوب منهم يمكن أبرز مثال ده للصين مثلا الصين قبل 2008 وكانتش بتحقق هذا الكم الكبير من الميداليات لكن لما حددت هي عايزة مثلا 119 أو 120 ميدالية في الأولوبيات القادمة فتوصل على الأل المية أو 110 من الميداليات وهي بتحقق ده فعلا فيه سواء دهب أو برونز أو فضة فبتالي أنت طول ما أنت مركز على أهداف معينة طول ما أنت على الأل بتحقق أكبر نسبة من الأهداف دي طب يمكن المدربين برضو ما كانوش بيحظوا باهتمام كبير قبل كده شايف حضرتك النقطة دي إزاي خصوصا أنها دفعة معنوية كبيرة جدا ليهم بيكتهدوا مع اللعبين وبيتعبوا معاهم وبيشتغلوا معاهم جامد جدا لكن ما كانوش بيحظروا بالتقدير الكافي طبعا يعني المدربين شوية بيكونوا جنود مجهولة شوية في الإنجازات خاصة الإنجازات الفردية كله بيركز شوية على البطل اللي فاز بالإنجاز الفردي ما بيركزه على المدرب بتاعه لا أعتقد أنه دي لفتة كويسة جدا أنه لا لكل مجهوده مقدر كل الناس اللي بتشتغل من سواء أمام الشاشة أو خلف الشاشة يعني عشان التوصيف الأنسب للكصة دي سواء هو أمام البطل أو خلف البطل لا كل ده بتقدر حتى الأمهات نفسهم يعني أمهات الأبطال أخذوا أمرة أو حجة أو غيره كل ده تكريم ودعم ده رسالة جيدة جدا لكل الأبطال الرياضيين طول ما أنت بتتفاقر على مصر طول ما هيكون فيه تقدير مميسل لهذا النجاح اللي أنت بتحققه للرياضة المصرية رب أستاذ محمد خاليني أرجع معاك لاستعدادات المنتخب للقاء ليبيا يعني الحقيقة احنا اتكلمنا عن المتوقع في قائمة المحلين وتم اختيار بالفعل قائمة المحترفين ويمكن القائمة دي كان فيها بعض المفاجآت زي مثلا اختيار عمر مرموش في أول مرة يلعب في صفوف المنتخب فهل ده ممكن يؤثر بشكل عامل إزاي في المباراة القادمة؟ يعني هو عمر من الناس اللي بتقدم بشكل جدا في دور الألماني كمان هو بين أفضل مواهب الدور الألماني الموسم الحالي أولا هي رسالة لكل اللاعبين سواء برا مصر أو داخل مصر أن الأفضل هيكون موجود فيه المنتخب أعتقد المنتخب هيعمل ماتشة هيلعب ماتش ودي أمام منتخب ليبريا علشان يتجهز لي المباراة دي هتكون فرصة كويسة جدا لكارلس كوروش عشان يختار القائمة النهائية اللاعبين هيكون عندهم دافع أكبر وحماس أكتر وهم مدرب ما شفهمش وما شفوش فهيكون كل واحد عايز يقدم أفضل ما عنده علشان يكون موجود فيه المباراة ليبيا يعني أعتقد برضو قوامل منتخب مش هيخرج برد تشكيلة الأسسية المعروفة يمكن بالستثناء مركز وحيد هو اللي هيفضل صداع شوية في رأس كوروشه اللي هو الباك اليمين هيبقى فيه مشكلة شوية لكن عنده مثلا في خطة دفاع أعتقد ما فيش كلام على أحمد حجازي محمود محمد شناء في حراسة المرمة الوينش قلب دفاع الجبهة اليسرى ممكن شوية كريم حافظ لو هيدخل كريم حافظ أو محمد عبد الشافي ممكن يستخدمه وسط الملعب مثلا فيه محمد النني فيه طرق حامد محمد مجد أفشة محمد صلاح فيه مصطفى محمد محمد شريف فيه مراكز ما فيش مشاكل هتقابله فيها لكن فيه مراكز طبعا هيبقى فيه مشكلة لأن اللعبة إما مش جهزة أو مفيش بديل فيها فهو عنده فرصة كويسة جدا أمام ليبريا أنه يجرب كل اللعبة بشكل كبير سواء محترفين أو محليين ويوصل فيه النهاية للقوام الأساسي أعتقد أنه سواء مع الجهاز الفني اللي شغال معاه أو هو لما تفرج على مرشاط المنتخب في الفترة الأخيرة ومرشاط الأنديال في الفترة الأخيرة فيديو أو غيره هيكون مكون تصور كافي عن التشكيلة اللي ممكن لعب بها أو القيمة اللي ممكن يكون موجود فيها منتخب ليبيا منتخب قوي يعني متصدر خاليا وعنده طموح لوحاء النتيجة الجابية في مصر أعتقد مباراة صعبة ولازم يكون فيه تعامل جاد وأفضل من كده معاها إن شاء الله كابتن عصام الحضري الأستاذ العالي يعني إحنا بنتكلم عليه حقيقة كان بيكلم على لاعب في سيراميكا أنا مش متذكر حاليا اسمه بيكلم على فكرة ضم هذا اللعب يعني حضرتك برضو قلنا رؤيتك في هذا الموضوع هو فيه في سيراميكا شاد حسين فيه خط الهجوم من اللعبة اللي كانت مميزة جدا الموسم اللي فات قد يكون فيه تفكير فيه التفكير اللي ضمه أعتقده كان أميز أو من أبرز العناصر اللي كانت موجودة في سيراميكا الموسم اللي فات لكن هي فكرة ما أعتقدش إنه هو كيروش هيراهن على لعبين خارج الأهل والزمالك وبرامة زفيه في الفترة الحالية لأنه ما شافش كل اللعبة درجة التجهيز فيه الأهلي أو فيه الزمالك أو فيه برامة زي هتختلف عن باقي الأندية اللي هي لسه بتجهز لعبيها طب طب ماليش أستاذ محمل يعني كنت تركيز عليهم أكتر وجود مدير فني جديد في المنتخب هل ده ممكن يخلي التنافس في الدوري ليه شكل مختلف وليه شكل أكبر علشان أي لعب يحلمه طبعا أنه هو يلعب مع منتخب بلده وهما فيه تغيير في المنتخب فيه تغيير في القيادة فيه تغيير أيضا فيه احتمال على الأقل لضم لعبين جدد ده هيزود المنافسة وهيرفع من سقف المنافسة أكيد هو فيه ميزة يمكن أنا ما كنتش أحب أذكرها فيه المدرب الأجنابي تحديدا لكن أنا يعني بعد الاختيارات اللي فاتت مضطر أن أنا أقولها أنه هو المدرب ما بيشوفش حد ما عندوش حسابات معاحد ما عندوش مشاكل معاحد الأفضل مش هيد جامل أي إن كان هو بلعب فيه ما بيعتمدش على الثقة بيعتمد على الأفضل في الملعب اللي بيقدي كويس إن شاء الله يكون بلعب في فريق متزايل للدوري طول ما فيه لعب كويس هو مقتنع بيه بإمكانياته هيكون عنده فرصة فده شوية بيزود طموح اللاعبين في الانضماء من منتخب مصر وفيش أفضل من أنك تلبس تي شيرت منتخب مصر وتحمل شعار منتخب مصر وبالتالي أنا إذا كان فيه مدرب بيعتمد على ثقات معينة أو بيعتمد على اللاعبين معينين حتى لو هما بيظهروا بشكل سيء أنا كلاعب أصاب بالإحباط في مركزي مثلا لما لايه لعب أنا أفضل منه وهو موجود فأكيد بيكون محبط الكيروش أو أعتقد المدرب الأجنب ما عندوش الجزيرة دي هو عنده الأفضل هيكون موجود وبالتالي ده بيدي دافع كبير جدا للعبين إن هو يقول أفضل ما عنده أو يقدم أفضل ما عنده بدل فكرة إيه أنا بلعب ما بلعبش يعني فيه لعبة كانت بتنضم ليه منتخب مصر هما في السحل ما بيلعبوش فيعني أعتقد ده أمر ما معتقدش حد أو موجودين على ديكة البودلاء أو موجودين على ديكة البودلاء في رقم أو من هما نقاط ضعف أصلا في رقم وبينضموا المنتخب فيه لعبة انضمت للمنتخب وما لعبتش غير ماتش واحد يعني معتقدش ده منطقي أبدا بالضبط بنشكر حضرتك جدا نورتنا وشرفتنا أستاذ محمد البورمي النقضة الرياضي شكرا جزيلا شكرا لخذك